السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور أحمد العيدي دكتور كيمية العضوية بإذن أن نشرح مع بعض النهاردة جزء الأمين التسمية والكلاسيفيكيشن بتاعه وأنواعه وهي هناخد البازيستي كمان في بداية خالص نبدأ بالأمين كلاسيفيكيشن أو التقسيم بتاع الأمين أولا في حاجة اسمها أرائي الأمين وفي حاجة اسمها ألقائي الأمين الأرائي الأمين هو الأمين لو النيتروجينة بتاعته متصلة بالأرائي الجروب يعني متصل بحلقة بنزين يعني لو معك مثلا نيتشتو متصلة يعني ده مثلا ده اسمه أرائي البنزين ليه؟ لأن فيه نيتروجين متصلة بحلقة بنزين يعني بدأ اسمه أرائي الأمين مدام النيتروجين متصلة بمركب أروماتيك فبنسميها أرائي الأمين طيب لكن لو النيتروجين متصلة بمجموعة أليفاتيك أو مركب أليفاتيك فبيسميه ألقائي الأمين مدام النيتروجين متصلة بكربونات عادية مش حلقة عروماتيك خلاص من سماعي ألقايل أمين زي مثلا ده كلا اسمه ألقايل أمين أو ده أو ده ده كلهم مركبات اسمها ألقايل أمين فلو تصلت بالبنزين اسمها أرايل بأمين لو ما تصلتش بالبنزين اسمها إيه ألقايل أمين طيب والأمين بتاعت عنواع في منه براي مري أمين وساكندري أمين وتيرشي الأمين لما قولك براي مري أمين دي معناها أن يتروجينة متصلة بكبنة واحدة لان فيها هنا فرع كربونات وصومة NH2 ي मسلا إسمه براي مري أمين ليه إنيتروجين متصلة بكبنة واحدة لكن مثلا ده اسمو سكندري أمين ليه إنيتروجين متصلة بكربونتين كربونة على يمين كبنة على الشمال ثقيدي إما من اعتم podemos مكنك ليبلك تقسيم تاجم التأسيم تلك الأمين ديت مفهومة ن Eve before the calculation الآن أولاً بالنسبة للتسمية I back للامين لو معاك المجموعة الوظيفية فقط في المركب هو الNH2 فإنه نضعكه صفيكس يعني نضعك مقطع في آخر الكلام اللي هو اسمها أمين لكن لو في مجموعات وظيفية تانية لها أولوية عن الأمين فالأمين ده بتكتب كبيريفيكس كبيريفيكس اللي هو مقطع في بداية الكلام ومنسميها أمينو فمثلاً هنا المركب زداكرة مفهوش غير الNH2 فهو يتحضل عضو كصفيكس اللي هو أمين فبسم المركب اللي هو كربونتين اسمه إيسان إيسان ما هو كربونتين اسمه إيسان ثم في الأخير صدت المقطع أمين فإيسان أمين دي معناها أني معايا كربونتين ومتصلين بـ NH2 طيب هنا مثلا معاك ميسايل كبنة واحدة بس يبدأ اسمه ميسان ميسان أمين يبدأ اسمه ميسان إيه ميسان أمين طيب ده بالنسبة لإسم الأيوباك إنك لو معاك مجموعة وظيفية لها أولوية وبحطها كصفيكس لو أقول أمين طيب نجي على بعد كرة الكومن نيم بعد كرة هاديك البريفكس أمين نضيف بعض الأمستال لحتها نجي على الكومن نيم لو أنت معاك برضو أمين ممكن تسميه كاسم شائع اللي هو تقول الكربونات كاسم ألقايل كانهم فرع يعني بدأ ما تقول لهم إيسان تقول إيسايل مثلا يعني بتسمي الإيسان كفرع شائع ممكن تقول الكايل ثم كلمة أمين فمسلا المركب ده هو هو بالضبط اسمه إيسايل أمين فم comprehensive dersالأيوباك اسمه إيسان أمين وإسمه الكومن نيم هو الإيسايل أمين واللتنين صح تستخدمهم في التسمية عادي وده اسمه ميسان أمين والكومن نيم اسمه ميسايل أمين فأنت كومن نيم وتقول الكايل أمين زي ده ك mythical طيب فمثلا المركب ده. انا اقول الاسماء اللي اثنين بتوعه سواء أيوباك او الكممنام هنا على عبارة عن صايكلوهيكسان صايكلوهيكسانو حلقة القدامك ده ثم ما تصلك بإنش تو فاسميها صايكلوهكسانامين صايكلوهيكسان أمين اللي ده مركب ده عبارة عن حلقة سوداسية فما تصلكها صايكلوهيكسان ثم أصلا بإنش تو فقط لغير فخامتها كصافص وخ RESA امين او اسميها صايكلوهيكسايل أمين فإما تخليها هيكسان أو هيكسايل مش هيفرق اللي اتنين صح هنا برضو نفس الكلام المركب ده كان كربونا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس كربونات فأقول بنتان اتنين أمين دايما انت عارف ان في البنتان الكربونات تانية ما هو واحد اتنين يعني على الكربونات تانية فيه NH2 فقلت بنتان اتنين أمين عشان أحدد مكان ال NH2 فيه بالزبط فأقول بنتان اتنين أمين أو أسمقها يا شباب ممكن برضو لو اكتبها بالطريقة التانية ان يتقولي مركب ده عبارة عن واحد اتنين تلاتة اربعة أربع كربونات تص度 بإنه يبقى يسميه بيوتايل أمين والبيوتايل أمين ده علي فرع ميصايل فأسميها ميصايل بيوتايل أمين الاتنين صح في التسمي يا لو قلتها بنتان اتنين أمين صح أو قلتها واحد ميصايل لأنها قلت هناك رغم واحد واحد ميصايل ثم واحد اتنين تتهتا تربع بيوتايل أمين بواحد ميسايل بيوطي الأمين الاتنين صح لو أنت عايش تستخدمهم في التسمية بطريقة صحيحة طيب هنا لا في مجموعة وظيفية لها أولوية عن NH2 لأن الكربوكسيليك أسد لها أولوية عن NH2 فما يفعش هنا بقى أحط ال NH2 كصفكس وأقول أمين فخر الكلام لا غلط بتحط ساعتها ال NH2 كبريفكس وساميها أمينو ده في حالة وجود مجموعة وظيفية غير الأمين في مركب نفسه فهساوي مركب إيه هترقم من أول الكربوكسيليك لأن الكربوكسيليك أولوية عن NH2 فهتقول واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة فده هتقول أربعة أمينو اتنين ميسايل لأن ال NH2 موجود عقبنها الرابع والميسايل موجود عقبنها بأتنين فهتقول أربعة أمينو اتنين ميسايل فبلاقي دكتور ما قلتش اتنين ميسايل ثم أربعة أمينو قلتلك قبل كأن الأفرع بتبقى حسب الأبجادية ال A بتصبق ال M في الأبجادية تات الإنجليز اللي هو A B C D E F G وبالتالي A تصبق ال M وبالتالي أنا كتبتها الأول ثم كتبت الميسايل فدائما الأفرع فقط الأفرع فقط هيتو كتبت حسب الأبجادية فهنا قلت أربعة أمينو اتنين ميسايل ثم أكتبت المركب ده بنتان ليه بنتان؟ أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة خمس كابونات هو قدامك وعلىها فرعين فرع أمين وفرع ايه؟ ميسايل وكتبتهم ثم قلت بنتان أويك أسد اللي أويك أسد ده الصفكس تاع كاربوكسيليك أسد بقى صفكس الكاربوكسيليك أسد بيسمى أويك أسد سمى خدمة بعضها بالكالب طيب وبالتالي ده اسمه أربعة أمينو اتنين ميسايل بنتان أويك أسد طيب جميل هنا بقى دلوقتي حاليا كل الأمين اللي قداما كان برايمري أمين يعني كل الأمثال التي تتهالك حتى الآن كلهم برايمري أمين لأنها نيتروجين متصف كابونا واحدة فقط لغير يعني عاملة ربطة واحدة مع كربون يعني نيتروجين عنده تات رابط رابطة منهم عاملها مع كربونة واحدة لكن لما تكون عندك النيتروجين مثلا تيرشري أمين ده اسمه تيرشري أمين لأن النيتروجين التالت رابط بتاعتها عاملها مع تلت كربونات ودايما من المميز دايما أن الرايمري أمين بيكون عليها تنين هيدروجين برايمري أمين دايما النيتروجين هتلاحظ عليها تنين هيدروجين ساكن الريمين هتلاقي النيتروجين عليها هيدروجين واحدة والترشي الامين هتلاقي النيتروجين مش عليها ولا هيدروجين هلو كام لانها عاملة تحت رعوبة مع كربون طيب وبالتالي انا دلت حاليا مثلا في المراكب اللي قدامك ده لو عايز اسمي المراكبات دي هتلاحز مثلا ان هنا دي نيتروجين السكندري ليه سكندري متصاب كربون تين كربون العليمين كربون على الشمال ده فإسمه سكندري امين لو عايز اسميها بعمل ايه بتشوف عدد الكربونات الأكبر وتعتبرها كبيرونت وقبيرونت لها هو مراكب الأساسي والكربونات الثانية هتتذكرك فرع فمثلا عندك هتنادجين دي وتصب كرببونتين من هنا وكربونات واحدة من هنا فاكيد الكربونتين ده الأساس والميسايل ده الفرع فحنصميها يا ستلقى هتسميها ميسايل ايسايل امين ايه امين او ممكن نصميها ميسايل ايسان امين مفيش مشكلة طب يا قطر اللي يعرفتني ان الميسايل ده عن نيتروجينقة قال لك نحر المشكل طويل انت في النيتروجين ليست يتحار الملابس 1كولور 2 سرتقÖ 30 أولا هل النيتروجين ليستهار كيفية تقوم نستفعل فاليلي اء في النيتروجين حكين لفرع حرف الانة فلما أقول لك اني me is day دي معناها ان الميسال موجود عن نيتروجين فلما أقول لك اني me is day دي معناها ان فيه فرع ميسال موجود فين عن نيتروجين فلما أقول لك اني me is say isine amine هو بترسم ambition وتروح أطب له فرع الان عن نيتروجين المتاعة beginning فهي يترسم لك المركب له خالف Podcast طب لو عزا كان نطبق ده كان مرةآ يا هنا دي بردو عزا ينتجون بتصر motsة كافرات كتير بردو هتشوف عدد الكربونات الأكبر هي البييرانت هي الأساس والباقي كله فرق فطبعا من الواضح أن الحلقة ديت بعد ذلك بالكامل هي الأكبر حلقة سباعية فهي 7 كربونات أكيد يعني حلقة سباعية هي الأساس وفيه فرعين ميسايل على النيتروجين طيب فكلا النيتروجين ده الأساس بتاعها ودول فرعين اللي عندك فسمهم إيه NNDIMISIL يعني عندك مجموعةين ميسايل المتصليم بالنيتروجين زي مثلا بيكون عندك فرعين كلورو على كربونات قول إيه واحد واحد داي كلورو في التسميع أو هنا بقى أنا قلت لك مش هترقم النيتروجين فعشان تبين هم اتنين ميسايل على الناتجيته لإيه NNDIMISIL NNDIMISIL بقى تقول Cyclohyptanamine Cyclohyptan ثم في الآخر كلمة أمين كالصافيكس الصافيكس صح عادي وهنا فيش مجموعة وصفية تانية هي الفرق الوحيد هنا إن فيه أفرع عن نيتروجين النيتروجين مش برايمري النيتروجين سيكندري أو تيرشري يبقى هتقول الأفرع بتاعتك كNN NNDIMISIL Cyclohyptanamine طب هنا دكتور هنا أركز معي هنا برضو بتحدد أطول سلسل كربون تحتوي على النيتروجين بس هتلاحظ إن فيه مجموعة وصفية تانية اللي هي الكربوكسيلك أسد فكده الأمين والكربونات اللي عليها كلها بالكامل فرع فهسميها إزاي دكتور برضو هترقم من البداية من عندك كربوكسيلك أسد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة فإنت برضو عندك الجزء اللي بالأحمر ده هو الأساس هو البييرانت لأنه متصل بالمجموعة الوظيفية لها أولوية وعندك فرع ميسايل وعندك فرع نيتروجين فرع ميسايل ما عندهش مشكلة هتقول اتنين ميسايل يعني بدنا بتقول أربعة أمينو يعني بدنا بتقول يعني إيه؟ أربعة أمينو على طول لأ انت عندك الأمينو عليها أفرع فإنت بتقول اسم التفرعات الأول ثم كلمة أمينو يعني بتقول أربعة إني إيسايل إني ميسايل أمينو ثم بعد كده أثنين ميسايل بإنت نوك أسد مفيش مشكلة خاصة فخلي بالك سواء مركب أساسي أو فرع فإنت دلوقتي حاليا كل اللي بتعمله كرأتي لو هو أساسي بتحطه كسافيكس أمين لو هو فرع فبتكتبه كأمينو مع الأفرق بتاعتها يعني إيه صايل إيه ميصيل أمينو لكنها معنا إيه إيه داي ميصيل ثم سمينا مركب واحطينا الأمين دا في الأخ خالص كسافيكس ونعملناها أمين هلو كلام طيب نيجي هنا برضو كمثال عندك نيتروجين هي المجموعة الوظيفية اللي موجودة قدامك فهي الأساس مدام هي الأساس يبقى على طول تتحطك أسافيكس كأمين طيب يكتبون معلاءة كربونات يمين وكربونات الشمال ساكندري أهي فإنت لازم تاخد كربونات منهم كبيرة وإنت أساس ويبقى فرع فمين عدد الكربونات الأكبر حتقول لي السايكلوهكسان هي الأساس يبقى الإيصيل هو الفرع يبقى تقولي مركب دا إني إيصيل ثم سايكلوهكسان أمين اهو تعالي كده نحن قادرين نقرر نفس الفكرة بالزبط إني إيصيل سايكلوهكسان أمين يبقى أهو ما تلاقي نيتروجينة ومتصلها ساكندري أو تيرشري فإنت بتاخد عدد الأكبر من الكربونات كبيراند والباقي اللي متصل بالنيتروجين بيكون فرع وتقول اسم الأفرع الأول ثم البيراند ثم كلمة أمين لو هي المجموعة الوظيفية الوحيدة اللي موجودة فهنا مثلا موجودة هو معك هنا مثلا واحد اثنين ثلاثة ثلاثة كربونات وهنا ستة يبقى أكيد طبعا نيتروجينة هو تصب فرعين يبقى أكيد طبعا ده الأساس اللي هو البنزين أو الفنايل ما طبعا البنزين أو الفنايل مع الـ NH2 بسمى أنالين يعني بدأ ما نسميها بنزين أمين ممكن نسميها أنيلين مع البنزين مع الأمين بسمى أنالين يبقى كلا بس هقول اسم التفرع ده ثم كلمة أنالين وخلاص ولما مش عايز أنالين نسيدي قول بنزين ثم أمين برضو الاتنين صح طب اسم التفرع ده هتقول إن بدأ ما تقول إن بروبايل انت هتلاحز أنه فيه كلورو موجودة في آخر بروبايل طب يتقول أنا هرقم البروبايل ده إزاي دائما أبدا أي فرع متصل بالنيتروجين بترقم رقم واحد من الكربونا بتاعت النيتروجين دي يعني الكربونا دي ترقم رقم واحد قول واحد اتنين ثلاثة والإن ثلاثة كلورو بروبايل إن ثلاثة كلورو بروبايل أنيلين عشان بسكن فاهم من تسميع مجلسة إزاي طب هنا برضو نفس الكلام هتلاقي في نيتروجين وفي أو إتش هنا أو إتش إليها أولوية على النيتروجين وبالتالي النيتروجين هتسمى كأمينو تحط كابير فكس مش حط كاسفكس خالص مدام فيه مجموعة وصفية تانية تحط كابير فكس أمينو وبالتالي هنا المركبة هتسمى إزاي هترقم من المكان الأقرب للأو إتش إنها عندها مجموعة وصفية لها أولوية وتسميها واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة فإنت عندك فرع قبولة خمسة هتقول خمسة ثم هتقول التفرعات ثم أمينو في النهاية خمسة إني إيسايل إني ميسايل أمينو خمسة إني إيسايل وهو الإيسايل له وده إني إيسايل ثم أمينو هو ده بعد كده هبتان ثلاثة أول الأول دي لهو الصفكس بتاع الكحول وكل مجموعة وصفية إليها صفكس ولها بريفكس لو لها أولوية تحطك صفكس ماناش أولوية تحطك بريفكس طيب نيجي بعد كده بقى لو أنت معك نيتروجينا كواتيرنري يعني نيتروجينا كواتيرنري يعني نيتروجينا ربعية يعني منتصلة بأربع روابط فيه نيتروجينا متصل بها بها روابط شو بحسين من الطبيقة أن نيتروجينا تكافئ السلاسي يعني نيتروجينا بيتصل بتلت زرات أو تلت روابط لو عمل رابطة ربعة بيبقى عليه شحناه موجابة و بنسميه أمونيوم طيب يا تروجينا ليه بيعمل رابطة ربعة النيتروجينا بيعمل رابطة ربعة لأنه بيحتوي على لومبر وفي الكترون يهي يحتوي على الزوج من الإلكترونات الحرة اللي مش عاملين أي رابط فيه اتنين إلكترون موجود في الأوبوتر بتاع النيتروجين مش عاملين أي رابط خالص اللومبر ده ممكن يعمل رابطة بتسمى الرابطة التناسقية كوردونيت بوند فإن ده من الآخر كده طبق أعرف أن النيتروجين يقدر يعمل أربع رابط لكن لو عمل أربع رابط بنسميه أمونيوم وده سميده بتختلف عن جميع الحاجات اللي فاتت يعني اللي فات ده كله كانت جين سلاسي بيعمل ثلاث رابط لكن لو عمل أربع رابط بنسميه أمونيوم طيب وأكيد مش هيعمل أربع رابط إلا لما يكون فيه شحنة سالبة مع الإلكتر وهو أكيد أي مركب بتحطى دي شحنة موجبة بيكون في المحلول بتاعه شحنة سالبة بتعدله فمدام إنه يتوجين موجب أكيد هتلاقي أيون سالب في المحلول بتاعه فإن ده بس المركب ده بنسميه إزاي هنروح بنسمي الكاربونات أولا ثم تقول أمونيوم ثم اسم الشحنة السالبة اللي موجودة ده الترتيب بتاعك هوا بتقول اسم الكاربونات ثم أمونيوم ثم بعد كده تقول اسم الشحنة السالبة اللي موجودة يعني تقول ميسايل أمونيوم كولورايد أو مثلا ممكن تقول إيه ميسان أمونيوم كولورايد عادي جدا ميسايل أو ميسان زي ما حدنا هنا ممكن تقول بقي إيسان أو إيسايل ما فيش مشكلة برضه طب مثلا مركب زي ذكر طب هنا نيتروجين تقول متصب أربع كربونات أعمل إيه برضو بتشوف برضو السيطة الكربون الأساسية الحطاة كابيران والباقي كله فرع وفي الآخر تقول أمونيوم ثم برضو تقول اسم الآيون السالب الموجود فهنا مراكبة هتسميه إزاي هتقول إني إيسايل إني ميسايل ثم سايكلو بنتا سايكلو بنتا ينفع أو سايكلو بنتايل إلي تنصح سايكلو بنتايل أمونيوم أيوضايد شيرو دي خلاها أيوضايد مش كله رعي أيوضايد فهنا بنسميها إني إيسايل إني ميسايل سايكلو بنتايل أو سايكلو بنتايل إلي تنصح أمونيوم أيوضايد لأن هنا في يود طيب هتا كيف هو مراكب ده بده مراكب ده في ترك كربونات وكربونتين وكربونة واحدة وبالتالي المراكب اللي قدامك ده لعايش سميه تعمل إيه بتشوف أكبر عدد من الكربونات هو البيراند والباقي بيكون أفرع فبتسمي الأفرع الأول ثم البيراند ثم كلمة أمونيوم ثم بعد كده تقول إيه اسم الآيون السالب اللي موجود عنك في المحلول فتقول إني إيسايل إني ميسايل بروبيل أو بروبان اللي تنصح بروبيل أو بروبان بروبان أمونيوم برومايد أمونيوم برومايد أتمنى بكون التسمية كده وضحت بالنسبة لكم ده كده خلاصنا تقسيم الأمين والتسمية بتاعته بالكامل نيجع على البازلسي أو القاعدية في القاعدية لست بعرف أن السكندر أمين السكندر أمين اللي هو أنه ترجم تصف كاربونتين اللي هو ذا كده سكندر أمين بيبقى أكبر من البرايمري أمين يعني عنده قاعدية ده عنده قاعدية أكثر من برايمري أمين ده أو ده أو ده لو كانم أي برايمري أي سكندر أمين اللي قاعدية أكثر من برايمري أمين والبرايمري أمين θelamann هلته تقول لك عليها المعنى القدرة على أكتساب بروتون القدرة然 تكتسب هيدرو جين وعمرك ما يكون عندك القدرة على اكتساب هيدرو جين ما يتوفر عندك Because of Sheas Vital E لLEX لتكون م APP ليس هندريد. يعني هم شرطين دول. شرط الاولاني يتفع عندك لون بير او شوان هسالبة. وتكون مركب ليس هندريد. يعني مش عندك تنافر. عشان تقدر تكتسب بروتن. اول ما بروتن يهجم عليك تلاقي على طول في تنافر. لا طبعا ما ينفعش يكون بيز كده. البيز هو المركب ليه القدرة على اكتساب البروتن? او الهايدروجين يعني. وعشان المركب يكون للقدرة على اكتساب الهايدروجين لازم. ولا بود يتفع فيه الشرطين دول. يكون يحتوي على لون بير او شوان هسالبة. او والتاني شرط انه هو كمان يكون ليس هندريد. فالمركب السكندر امين يتوفر في الشرطين. والبرايما الامين يتوفر في الشرطين. التيرش اللي بيه عنده مشكلة زيارة. ايه هي? المشكلة في التيرش الامين انه هو مور هندريد. يعني حوالي تفرعات كتير جدا. فالنيتروجين عايز ياخد هيدروجين مش قادر ياخده. لان حوالي تفرعات كتير. كلما الهيدروجين يقرب يتنافر مع النيتروجين دول. فدا ايما لسكن الرأمين افضل من البرايماري. والبرايماري افضل من ايه? والتيرش ري. والتيرش ري conclusion افضل من الامونيا الهو ال表示 wereautre. والامونيا افضل من الاروماتيك امين. يعني كل دول كده عبارة عن ال fits everything. يلي ايه الفاتيك امين? یو نيتروجين متصل مع ايه? مع مركبات ال fits اللي اوالي اทيك يلي يعني. لكن الاروماتيك امين الهو الا 차يي الامين، اللي هو النيتروجين متصل بي حلقة بنزين. النيتروجين وهنا هخودة ليه دلوقتي ليه الأراي الأمين بيكون عنو 거ضية أقل من الأمونيا ومن الأفاتيك أمين بس خلي بالك في الأروماتيك أمين لو الأروماتيك أمين لو الانيلين لوحدها يعني معاك حلقة بنزين على اليrate 2 Deutschland هتكون برضو عندها قاعدية أكتر من دايственní الأمين اللي هو نيتروجينة متصدب حلقتين بنزين أكتر من توش نتراي في نيل الأمين اللي هو نيتروجينة متصدب ثالث حلقات بنزين يعني كلما تزود لي حلالات البنزين بتقل القاعدية ليجي بقى لبعض الأسئلة طب ليه الأرائي الأمين يا يطور؟ عبارة عن ويكر بيزززان الأمونية ليه الأرائي الأمين أو الأرواتيك أمين يعني لو أن ألانيلي مثلا لو أن يجيب تصيب ببنزين ليه بيكون قاعديتهم ضعيفة أقل من الألفاتيك أمين أو من الأمونية قال لك لأن اللومبير اللي عن نيتروجين اللي هو المفروض مسؤول عن القاعدية مش بتاكن مركب ما يكونش بيزيك إلا بشرطين يعني يكون عليه لومبير ودايما النيتروجين عليها لومبير بس مشكلتها في الأرائي الأمين إيه؟ أن لو تعتزرت بحلقة بنزين البنزين بيعمل ريزورنس مع النيتروجين فبيروح واخد اللومبير اللي عن نيتروجين وبدخلهم جوا حلقة البنزين كده المركب أصبح ليس بيزيك قاعديته بقى ضعيفة لأن اللومبير داخل في الريزورنس فبيقلك ليه؟ أول سبب خالص أن القاعدية الأمين بيكون عنده قاعدية ضعيفة كده أن اللومبير آف إلكترون إذن آفليبل يعني مش متاح مش متاح باير ريزورنس وزيل بنزين يعني مش متاح بسبب أن هو بيعمل ريزورنس مع حلقة البنزين وترسم له ريزورنس تاني سبب إيه؟ أن الأنين دلوقتي حاليا نفسه نفسه أن اللومبير بتعمل ريزورنس جوا حلقة البنزين لكن لو اقتسبت بروتون أولتلكم مركب يكون أروماتك لما يكتسب هيدروجين ل penis لو اكتسب هيدروجين الهيدروجين هياخد الالكترونات اللي كان تعمل الريزونانس مع البنزين فهيبقى مركب نوت السيبل سبتيته قليلة من تعرف ان الريزونانس بيزوت السبتية اللومبير كان يعمل الريزونانس محالة البنزين فالمركب لو بقى بيزك كمان حتقل سبتيته فعشان كده مركب ده نوت بيزك اصلا ليه؟ لان اللومبير تخليف الريزونانس وعملين سبتين المركب فهو اصلا المركب مش عايز يكتسب هيدروجين لانه لو اكتسب هيدروجين هتقل الريزونانس وهتقل السابتاء وبالتالي لو قل لك ليه المركب ده بيكون عنده قواضية قليلة بسبب اللون بير داخلين في الريزونانس وكمان الريزونانس ده بيزود السابتاء فلو انت خدت الريزونانس انت بتقلل السابتاء بشكل لا وبالتالي مركب مش بيفضل ان يكون بيزك فانقلين فري بيز is more stable by resonance يعني الانقلين ده الواحد وكده is more stable by resonance زين زا كونجيوكت اسد كونجيوكت اسد هو المركب اللي بيانتك بعد اكتساب الهيدروجين يعني البيز ياخد الهيدروجين بيتحاول حاجة اسمها كونجيوكت اسد فقط لغيات ده اللي انا نقص عليه في الحكتين دول لو قالك القاعدية ضعيفة طيب نيجي لشؤال اللي بده ايه تأثير الافرع على مثلا الارماتيك امين او مثلا لو معك حلقة بنزين وعليها افرع ايه تأثير الافرع دي على القاعدية قالك طبعا لو الانيلين انيلين ده هو حلقة بنزين عليها النيشتو عليها مجموعات معطية للالكترونات حتكون عندها قاعدية اكتر من المجموعات الساحب ليه دكتور ما انا قلتلك دلوقتي ان شرط القاعدية ان المركب يبقى ليه القدرة على اكتساب الهيدروجين انا قلتلك حالا ان المركب يكون بيز لما يكون ليه القدرة على اكتساب الهيدروجين وعشان يكتسب الهيدروجين لازم له شرطين اول شرط يحتوى على لومبير يعني لازم يحتوى على الالكترونات حرة زي ان الهيدروجين مثلا عليها الالكترونات حرة بس الفجرة كلها بقى لو انت حطيت على حلقة مجموعات معطية للإلكترونات فإنت بتزود الكسافة الإلكترونية لعن نيتروجين فبتبقى بيس أقوى طب لو وديته مجموعة بتسحب إلكترونات يبقى المجموعة السحابة للإلكترونات دي هتسحب الإلكترونات اللي موجودة عن نيتروجين فتخلل النيتروجين أصلا ما يقدرش يتفعل مع الهيدروجين وما يقدرش يكتسب هيدروجين لأن من شهور تساب الهيدروجين إن يكون فيه إلكترونات حرة عن نيتروجين فمتجيبش انت مجموعة ساحبة تصحبه فأكيد في القاعدية المجموعة المعطية للإلكترنات بتزود القاعدية عن المجموعة الايه الساحبة ولما تكون مجموعة المعطية في البارة بتبقى عرضها قاعدية أكتر من أرسو أكتر من حلقة الأنينين اللي هي مش عليها ولا مجموعة معطية ولا مجموعة ساحبة ثم أكبر من المجموعة المعطية تبقى في المتا ثم أكبر من المجموعة الساحبة من في المتا والبارة والأرسو الكلام ده ترتيب مفروض تبقى عارفه بالنسبة لمجموعات المعطية والمجموعات الايه الساحبة في القاعدية طيب جميل جدا بيقولك بعد كده طيب ليه دكتور مثلا بيقولك ايه ليه نيترو جروب بتقلل القاعدية لأن النيترو مجموعات ساحبة وزي ما قلت لك النيترو جين عشان يكون بيزيك لازم اللون بير ده يكون موجود على النيترو جين زي ما هو عشان يقدر ياخد بيها هيدرو جين طيب النيترو مجموعه بتسحب الكترونات فهتسحب الكترونات حتى هتسحب الكترونات الحره اللي موجود على النيترو جين لأن النيترو جين علي زوج واحد من الكتروناتها هو الحره المجموعات الساحبة لايه نيترو دي حيسحبها اكتر يعني البنزين اصلا كان بياخدها في الرزولنص لا دا هنا بقى هيزود لك الرزولنص اكتر وياخدها اكتر لأن دي مجموعها على ساحبة قوية هتقول القاعدين هات Ride bleeding هتكون مركب ده نوت بيزيك لانها هتقلل سابطيت المركب ده هتقلل اللومبير تواجد اللومبير يعني فلو قالك ليه المجموعة الصحبة بتقلل القاعدية بتقلل الانيلين هتقوله بسبب السالب M effect of nitro سالب M اللي هو الميزوميرك effect واللي هو صحب النايترو سالب M هو الصحب بتاع nitro group السالب M of nitro معناها صحب النايترو ميكزا لومبير of nitro gene of NH2 less available يعني صحب النايترو ده بيخلي اللومبير اللي عن النايترو جين less available يعني غير متاحة خالص يعني كانت مش موجودة يعني التاني حاجة ايه انت عرفت معايا ان النايترو كمجموعة صاحبة بتحط موجب على القرص والبارة عشان كده بتوجه متى خدناها في التوجيه بتاع البنزين فمجموعة النايترو دي وهي بتسحب اتحط لك موجب على القرص والبارة اتحط لك موجب هنا فلو ال NH2 اكتسبت هيدروجين اهو زي ما اتخدت هنا ال NH2 لو اكتسبت هيدروجين بيتكون لها شحنة موجبه لان الهيدروجين بياخد منها الكتروناتها فبيتكون على النايترو جين شحنة ايه موجبه فلو تكون على النايترو جين شحنة موجبه والنايترو حط في البارة شحنة موجبه كده مركب انستيبول لانك كونت شحنة موجبه عن النايترو جين وموجب على الكربونا بسبب النايترو شحنة موجبه على الكربونا دي بسبب النايترو والموجبه عن النايترو جين دي لانها اكتسبت هيدروجين ما هو كانت NH2 أصبحت NH3 اكتسبت هيدروجينة أصبحت بيز فالمركب ده لو اكتسب هيدروجينة هيكون هيلة أنستيبول ليه؟ لأنك حاطين شحنتين مجابتين جم بعض والمركب ده بيكون هيلة أنستيبول فلو قالك ليه النيترو جروب بتقلل القاعدية لأنها بتقلل تواجد اللومبير عن نيتروجين ولو حتى اللومبير تواجدت واخدت الهيدروجين فهي بتقلل سابتات المركب الناتج بعد اكتسب الهيدروجين فكرة كرة النيترو دي بتمنع وجود البيز أصلا لأنها بتمنع وجود اللومبير ولو اللومبير كان موجود واختسب هيدروجين وبقى موجب حيقلل سابتاته حيخليه برضو يفقد الهيدروجينة تاني فدائما تبقى عارف السببين دول للنيترو بتقلل القاعدية بسبب صحبها بتقلل تواجد اللومبير وللنيترو بتعمل الكونجوكت أسد أو اسمه الانالينيوم كاتين هو اسمه الانالينيوم كاتين هيا بتقلل تواجد اللومبير وبتقلل سابتاته الانالينيوم كاتين لانها بتحط موجب على الكربونة وفي موجب على النيتروجين كده موجب جنبي موجب يحصل تنافر شديد يخليه مركب هاي لأرستيبر طيب سؤال اللي بعد وقلك ليلبي بريدين عنده قاعدية أكثر من بيردين على الرغم ان على فكرة اللومبير اللي على النيتروجين هنا واللومبير اللي على النيتروجين هنا اللي اتنين مش بعملوا ريزوننس انا اخذها قاعدة عامة لو في لومبير او شحنة سالبة على زرة عاملة ربطة باي فاكيد اللومبير وشحنة سالبة لا يمكن يدخله في الرزوننس تاني لو في لومبير او شحنة سالبة على كربونة او على زرة والزرة دي عاملة ربطة باي زي هي مثلا دي عاملة ربطة باي هي فتبقى عارف ومتأكد من نسبة ملاف المية ان اللومبير وشحنة سالبة دول مش هيدخله في الرزوننس انسى فهنا اللومبير مفيش ريزونانس وهنا اللومبير مفيش ريزونانس طيب إيه السبب أن المركب ده عنده قاعدية أكتر من ده شوف أسيب لنسوا معارف دائماً أبداً القاعدية بتزيد كل ما تقلل السالبية القهربية للزرة ليه يا دكتور أصل السالبية القهربية معناها قوة جذب الزرة لإلكتروناتها فلو في زرة عندها سالبية قهربية عالية فهتفضل متمسكة بإلكتروناتها ومش هتديها لهيدروجين فمش هتكتسب هيدروجين فمش هتكون بيز ما هو البيز معناها كتسب هيدروجين إنك تدي إلكترونين لهيدروجين بدأ من أنت مهددتش 2 إلكترون لهيدروجين فأنت مش بيز فهنا دواتي حالياً عندي مركبين دول اللي اتنين فيهم إلكترونات واللي اتنين مش بعملوا ريزونانس طب إيه السبب إن ده عنده قاعدة أكتر من ده قالك لأن النتروجينة دي S3 لكن النتروجينة دي Sb2 تكتهجينة ده Sb3 ده Sb2 فبيلو كيس دي النتروجينة للSb3 دائماً وأفضاً عندها السيالبية الكهربية أوليّلة لكن الSb2 بيكون عندها السيالبية الكهربية عالية فأكيد النتروجين للSb3 حتكون الإلكترونات بتاعتها متاحة إنها تديها للهيدروجين بسهولة الهيدروجين حيلاقي فيه زرة مش متمسكة بإلكتروناتها فتأخذ الإلكترونات دي بسهولة لكن لو هتلاقي زرة متمسكة بإلكتروناتها يبقى هتطلع عينها عشان يأخذ منها الإلكترونات فهنا الأساس لما قلت ليد بيبردين عنده قاعدية أكثر من البيبردين تقول البيبردين اللومبر هنا موجود على النتروجينة إيه Sb3 لكن البيبردين موجود اللومبر على Sb2A نيتروجين والSb2A نيتروجين ديها مور إلكترونيجاتيف فلسبيزيك فلنما يعدها السيالبية الكهربية عالية فتبقى إنها ساعاتها شاهدها لكي تعرف إلي rolled من البيبردين وقالتG إلا حاليا تفاهمني شيئاً جدا نيتروجين اه اه. لو اللومبير عليها ومشجد في الريزرنس هيكون مور بيزيك عن النيتروجيين الداخل في الريزرنس. اه. شأن كانا مثلا المراكبات الاليفاتك دي كلها كان عندها قاعدية اكتر من اي مركب اروماتيك. لانهو في الاروماتيك امين كلهم كان اللومبير بيدخد في الريزرنس. لكن هل السكن البيت امين مثلا هذا? او ده او ده. هل في رزرنس? الرزرنس معناها فيه النيتروجين متصله بها. يعني النيتروجين متصله كربونة عملة دبل بونت لكن ناتجيناها سنجل الريزونانس معناها ايه نيتروجينا سنجل ناتجينا كل رابطها سنجل بس متصب كربونة عملة رتا باي زي مسلا ديه نيتروجينا سنجل بس متصب كربونة بتاكل البنزين عملة رتا باي دي اسمها ريزونانس او نيتروجينا سنجل وجنبها كربونة عملة رتا باي دي اسمها ريزونانس هنا برضو نيتروجينا وكاربونا بعد ڤيدون فگه نتجين اه 1 عامل هي ريزوننس لكن الناتجين اتنين مش عامل هي ريزوننص فدائما الى افضل عملك نام من موربيزيك تختار النيتروجينا اللي مش عامل هي ريزوننس والافضل اللي بقية على البطا化 باي خالص لكن م ήταν من الاتنين جمهها ريزوننص دت مش عامل هي ريزوننص فقدما دي مش عامل هي ريزوننص فديها مور بيزيك دائما الريزون Lands Heavenly في القاعدية. الريزونانس بيقل للقاعدية. الو كناب. وبتالي الناتجين دي هي المور بيزك. فبقى له كاسي دي. وتقول الناتجين اتنين دي. تقول الناتجين اتنين is more basic because. اللومبير is more available. اللومبير على الناتجين ده مور افلابل. لانه مشتخل في الريزونانس. نوت انتر ان ريزونانس. and it's protonation form stable ion. يعني لو انت عملت البروتونيشن كمال للناتجين دي بتكون ايون ستيبل. ليه دكتور? لانك عملت integrate işte عن الناتجين دي هي هون. الناتجين ده و الناتجين ده. ده شباب. عملت لها هيدروجين وructوش احنا مجابها هتاصل الريزو ننس. والريزو ننس بتاعها هي خلي فيه مجابه هنا و مجابه هنا. يعني هتاصل مرزو نس. لكنلأ عملت هيدروجين على الناتجين ده شباب ولا هيعمل رزو ننس. و المركب ماش هيبقى ارو ماتك اساسا. هيتحاول مراكب اروماتيك لمركب نط اروماتيك لو عملت هيتروجين هنا لمركب نط اروماتيك لك المركب ده اروماتيك عالي خاص بعد دي بازستي فهدون ما فهمين لديه طب يقول لقيت حالياً تخيل معي قال لك مين من النيتروجين ده كله الموربيزك هو سألك قادي لك دوعة كده وقال لك مين الموربيزك ن thousروجين في كل الأدوية اللي قدامك ده في المركب ده كله دائماً وأبداً نور عن النيتروجين البعيدة عن ربطة بعيد ده ايه من رابدا لم يقولك مين النيتروجين الأكثر في القائدية دور عن النيتروجين الأبعد عن الربطة باي طبعا تلقيت كل النيتروجين موجود جمي الربطة باي يبقى دور عن النيتروجين اللي مش داخل في الريزورانس طب هنا في المراكب ده هتلاقي في نيتروجين اهي بعيدا عن الربطة باي خالص دي رابط باي اهي ودي نيتروجين بعيدة خالص عن رابط باي خلاص دي الموربيزيك ده ايه من رابدا يعني ايه ايه بعد عن الرابط باي تلاقي النيتروجين الموربيزيك يبقى او ما يلاقي تسألك فين النيتروجين الموربيزيك ايه بعد عن رابط ايه باي كمانا بيكون موضوع ده يكون مفهوم بالنسبة لك اه اه مواضح طيب ده بالنسبة لايه للجزئة دي طيب ده كده جزء الامين وطبعا ده بيقولك الامين ايزيتو فروم بلانتس عندي انيمال الكالويتس دي اه تل امين يعني بيبقى تم اه اه فصلوا او اخذوا يعني من النباتات والحيوانات الالكالويت على هيه الالكالويتس دي امثلة عليها مش لازم تحفظ كل الامثلة دي تبعى عارفة بس كمان ملومة طيب انا كده ده المحاضر الاوانية في الامين انا اتمنى ان يكون مفهومة اسدوكم الله واللازل لا تضيع ودعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته